أهلا بكم في استعراض الأحداث المصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين مصطلح اليوم هو المتذبذب المؤشر المتذبذب هو مؤشر تحليل فني الذي يتغير مع مرور الزمن ضمن نطاق فوق وتحت خط الوسط أو بين مجموعة من المستويات وتستخدم مؤشرات التذبذب لاكتشاف ظروف الشراء أو البيع على المدى القصير مؤشرات التذبذب هي أكثر فائدة عندما لا يمكن تحديد اتجاه واضح بسهولة لأسهم الشركة مثلا عندما يتم تداول الأسهم أفقيا أو عرضيا وتمثل مؤشرات التذبذب مجموعة أخرى شائعة الاستعمال من مؤشرات التحليل الفني وهي تحظى بشعبية في الغالب بسبب قدرتها عالفة الانتباه إلى التغيير المحتمل في الاتجاه حتى قبل أن يبدأ هذا التغيير بالتجلي في السعر والحجم ومن المفروض أن تعمل هذه المؤشرات بشكل أفضل في فترات الأسواق الجانبية المؤشرات المتذبذبة ومؤشرات المتوسطات المتحركة هي المؤشرات الأكثر استخداما في التحليل الفني وهي تأخذ شكل الخطوط التي يتم رسمها تحت الرسم البياني لسعر سهم معين لقد حصلت المؤشرات المتذبذبة على أسن كونها تميل إلى التذبذب ضمن نطاق معين يمكننا تحليل وضع السوق الحالي وفقا لمكان المؤشر داخل هذا النطاق يتحرك المؤشر المتذبذب النموذجي بطريقة المشابهة لمنحنة الجيب بين زوج من القيم القصوى هناك مجموعة واسعة من مؤشرات التذبذب وتتشابه الكثير منها بشكل كبير سوف نستعرض هنا الأنواع الأكثر شيوعا تستخدم مؤشرات التذبذب في المقام الأول كمؤشرات رئيسية ولذلك الغرض منها هو أن تبلغنا عن بداية ممكنة لاتجاه جديد أو عن انعكاس الاتجاه هناك شيئا مهما لذلك ينبغي مراقبتهما هنا القراءة الحالية للمتذبذب والاتجاه الذي تتبعه قيم المتذبذب تصف القيمة الحالية للمتذبذب عادة القوة الحالية لهذا الاتجاه إذا كانت القيم آخذة في الارتفاع يتسب الاتجاه الزغم وستتخير الأسعار بشكل أسرع وعلى العكس من ذلك إذا كانت قيم المتذبذب آخذة في التناقص ستتغير الأسعار بوطيرة أبطأ وسيتقد الاتجاه الزغم وهذا قد يعني انعكاس في المستقبل القريب وبالإضافة إلى ذلك يتم استخدام مؤشرة التذبذب للكشف عن الاختلالات في السوق على سبيل المثال إذا ارتفع السعر بسرعة كبيرة جدا يصل المتذبذب إلى المستوى الذي يتعتبر فيه السوق في منطقة ضروة الشراء ترتفع الأسعار على هذا المستوى بسرعة كبيرة جدا بالمقرنة مع الفترات السابقة ومن المحتمل جدا أن يتبع مثل هذا الارتفاع الحال تصحيح للأسعار على المدى القصير أو على الأقل فقدان الزخم في الاتجاه الذي سيحد من ارتفاع الأسعار لبعض الوقت وبالمثل إذا وصل المتذبذب إلى مستوى ذروة البيع فيعني هذا بأن السعر سينخفض بسرعة كبيرة جدا ومن المحتمل أن يخفى الانخفاض أو يتوقف تماما لبعض الوقت وفي بعض الحالات يمكن أن يعقبه انعكاس الاتجاه طريقة الثالثة لاستخدام مؤشرات التذبذب هي محاولة إيجاد الاختلافات بين المؤشر وبين سعر أو حجم السوق على سبيل المثال إذا وصل سعر السوق إلى مستوى مرتفع الأعلى من المستوى العالي السابق في حين توقف مؤشر متذبذب MACD ارتفاعه عند مستوى الأقل من المستوى العالي السابق يشير هذا إلى أنه هناك اختلاف هبوطي في السوق وهذا يعني أن الأسعار ترتفع بشكل أبطأ مما كانت عليه في الفترات السابقة وبأن الاتجاه يفقر قوته عادة ما يسبق هذا الاختلاف بداية الاتجاه الهبوطي ترجمة نانسي قنقر